السلام عليكم ورحمة الله أخوتي العزاز مع الأسف صفحة النقف في الفيسبوك ضربت ما بقيتش يعني ما قلنا لأ انضار لت حاجة بالخف وصلني أنا في حق وصلني بوحد تحذير ولكن وصلني يعني وصلني مع الصباح في الليل ما بقى صفحة مشيت الصباح عندنا تأكدنا القناة الصفحة ولا ممكن اشترى الفيسبوك لا تشيلك هنا أنا صح حتى معدي شوية معاد الأمور تقنية ديال الشي ديال الصفحات وأنا اغنرأس الفيسبوك ونقلب ونقلب ونحيد هذا الانضار اللي جاء لأشي حاجة لم ارش فوجن شي انضار المجانيش قالوا لي ينبعد شي ناس قريب دراجة وكجوج ديال الانضارات أنا مفرسيش ولكن الوليد اللي عندي اللي مكلف بالصفحات عندي واحد الوليد تتوارك الله ما شاء الله عليه متمكن وراك يحاول وكي يتواصل معه مهمه كأن ما كانش غادي تديرتش لعطى الله هذا الشي اللي وقع الأخ إلكترو السلام نستعد بنعيم وقاعد ELLA لا صفحات الناس لا26 Unimo نستعد بنفسه لاًبدا ولا تنظر لاكدو بيوم حقيقت للختور وليس بالسلم د quem بإضافة نيرج هذا شي سيوب المiteit هذا الشيء كان بني عليه بحكم جربة ديالك أنا أعرف تليفون شو حالك يستحق ديال تمان ما تجيبش لي واحد تليفون واصل المواصفات دياله بحلقة ودليه تمان طالع بحلقة لا مواصفات يكون نفس تمان أنا كننبه الشريكة التليفون أدول حد دياله حتى التماغس يكون أدول حد دياله طلعتي تمان رغا انتقد أنا قد أقول لك ما كيستحقش هذك تمان متليش راه ومشكلة كيف يشلون الناس أنا مهم أنا الدور ديالي التليفون ما كيستحقش التامل ما كيستحقش التامل عدتني إنسان تلكليان ركي يدير مشاكين عدتني أهضرت مع الناس أصحاب محلة تجارية ديال بيع الهواتف وشرحوا لي المشكلة التي توقعها قال لي يا أخويا أنت التليفون كي يدير ألف درهم كي يجي عندي المواطن تقول لي ألف ومئة درهم تقول لي وأنت انصار متشهد بيع وشركي ديال رأت ما الحقق قالنا هاي ألف درهم بالجملة عندك ألف وثلاثين درهم أخويا ألف وثلاثين درهم تفنية المصارف ديال من النقل تفنية الضوء تفنية الضريبة تفنية الويفي اللي فيبرو فيك اللي بخمسمائة درهم شهروا كل يخدام عاشي حد كل يكالب 8000 درهم كل يكالب خمسة ألف درهم الله يرحم الوالدين أنا من اللي كان نتاقد رأما كان نتاقد السيد اللي كيزيد خمسين درهم حتى المئة درهم رأما الحقق وزيد مئة درهم لماذا؟ لأن هذه المئة درهم لم يكن يربح كاملة لأنه عنده مصاريف أخويا وكان حارب لك يزيد خمسمائة درهم ثلثمائة درهم ربعمية درهم وليوم عقسين بالله تليفون الأزيروكات او تحرك يدير ألف وستين درهم إلى ألف وسبعين درهم بالجملة تباق ألف وخمسمائة درهم يلا لماذا كان حارب السيد اللي كيربح خمسين درهم سبعين درهم ثمانين درهم تل مئة درهم والله يلحلال عليك شي مئة درهم لأنه عارف مئة درهم صاحب محل تجارية وليت بجيبه كاملة عنده مصاريف وعنده الضاربة كتاهلكو انت أخويا كم مواطن ملتك عن صاحب محل تجاري يقول لك تليفون اللي غايقوا لك ألف وخمسمائة درهم قولي الانصاب أنا معاك ونقول ليفوشه لا يقول لك ألف وتلتمائة درهم وألف واربعمية درهم مثلا تليفون شاريه آنه بألف درهم ونقول لك أخويا ألف وتلتمائة درهم ماذا؟ وانا بين الصابق اصحب اغربح مكتل مئة درهم كاملة في قيمة سعيدية الالف درهم هذا هو ملك الحارب همانا الله يرحم مولايتين وحتى اصحاب محل التجارية اللي اديتهم اللي اخرق لي ومشاكلنا كان اعتذر منكم اخوتي انا عارفت من جملة كدير مشكلة والله العادي احنا كنتقضوا باختصار دوك الناس اللي يزيدو تلتمية ربعة مئة خمس مئة درهم معمر المنطقة اللي يزيد مئة درهم وكان اعتذر من اصدقائي في الميدان كان اعتذر منكم بزاف وكان احيي الاخ عدمو نعيم الكترو السلام اكتب عليه في الكمانتر زوين وصراحة قال الكلام طيب الكترو السلام كان نصحكم بتكسيد العمار هدار سأبنوه معره اللي عمار هدار وسيحسان المشعشع صديق دياري حتى هو كان اعتبر بحلش شخص من العائلة اللي عمار هدار حتى هو يوميا انا معره اتصال شي ساعي حال محتى يقول لك الله شنين يقول لك الهدار اللي العدي من المعقول بالله عنده هديريكت اللي كين شوف ديريكت هذا عندك ما ينقش بلا قياسي مئة ديش اصحاب محالة تجارية وميغليش بزاف مئة ديش المواطن زعما ساعيت شوف برافو ديالو ديريكت شو كين تاني اتكلمت مع البرنوسي الاخ ببرنوسي الاخ اسامح تاوه الله عمار هدار حتى هو صراحة نجمعنا مزيان تاوح الوليد تاو تبارك الله عليه وكل اخ زيدون عزيز اليرزاف زيدون تكنولوجيه تاوه تبارك الله ماشاء الله اللي كين تقولوليك سيد كي يعني كيفيد سيفدوا منه بزاف ان شاء الله غدي يمشي عنده ان شاء الله درجة اطلقيت معه